بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس الجديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي نحن حديثنا عن النشاطات الغلقي والتلخيص طبعا نحن في وحدة تدريبية الثالثة الكفاية القرائية القراءة السريعة القراءة السريعة الأهداف التدريبية توقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتصفح الكتب والمقالات والإنترنت بكفاءة عالية أن تقرأ بسرعات مختلفة متأنية بطيئة سريعة فائقة السرعة بحسب الهدف من القراءة ونوع المقرو كذلك تتخلص من المشكلات الست التي تحد من سرعة القراءة أيضا تستخدم استراتيجية القراءة الذكية يساوي التركيز زاعد القفص بنجاح كذلك تستخدم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة أيضا تقرأ بسرعة تفوق 350 كلمة في الدقيقة مع فهم تفصيلات الموضوع وتستفيد من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القرائية وأخيرا تستخدم التعليقات والتلخيصات ورسوم التذكر لزيادة الفهم والاستيعاب نحن في نشاطات الغلق والتلخيص وصلنا إلى نشاطات الغلق والتلخيص هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة الدرس أولا في نشاطات الغلق والتلخيص نوع القراءة يحدد سرعتها نوع القراءة يحدد السرعة قراءة سريعة وقراءة بطيئة لاحظ هنا قراءة سريعة نوع القراءة قراءة تمشيط قراءة تصفح وقراءة انتقائية كل هذه الأنواع هي قراءة سريعة وقراءة مركزة الاستذكار وقراءة التحليلية الناقدة هي قراءة بطيئة هي قراءة بطيئة سنجيب عن الهدف من القراءة وعمليات القراءة بين قوسين ما يفعله القارئ بداية في قراءة سريعة قراءة التمشيط من هدف من قراءة التمشيط بإمكانك أن تجيب وكذلك زميلك أيضا يجيب وأن تأتي أيضا تجيب من كتابك وما الهدف من قراءة التمشيط بناء على ما درسنا في الدروس السابقة جميل الهدف من قراءة التمشيط هي البحث عن معلومة أو مفردة أو تعريف مصطلح البحث عن معلومة أو مفردة أو تعريف مصطلح جميل طبعا ما يفعله القارئ هنا في عمليات القراءة هنا البحث بالحرف الأول أو البحث بالعنوان البحث بالحرف الأول أو البحث بالعنوان إذن هذه في القراءة السريعة قراءة التمشيط البحث عن معلومة مفردة تعريف مصطلح وما يفعله القارئ أو عملية القراءة هي البحث بالحرف الأول أو البحث بالعنوان أو البحثي بالعنوان جميل قراءة التصفح ما الهدف منها أو ما الهدف من القراءة أحسنت هنا قراءة التصفح هو أخذ انطباع عام أخذ انطباع عام والتمهيد كذلك للقراءة مركزة هو أخذ انطباع عام وكذلك التمهيد للقراءة المركزة هذه من أهداف قراءة التصفح من أهداف قراءة التصفح عمليات القراءة وما يفعله القارئ في قراءة التصفح جميع أحسنتم ما يفعله القارئ هو قراءة الفهارس وملخصات وأهداف كل وحدة قراءة الفهارس وقذلك الملخصات وأهداف كل وحدة وإن وجدت أيضا جداول أو رسوم هنا يسمى قراءة تصفح إذن قراءة تصفح يأخذ انطباع الهدف منها أخذ انطباع عام التمهيد القراءة المركزة ما يفعله القارئ أو ما يسمى بعمليات القراءة هي قراءة الفهارس وملخصات وأهداف كل وحدة النوع الثالث من القراءة السريعة قراءة انتقائية قراءة انتقائية ما معنى انتقائية؟ معنى أنك تنتقي ما تقرأه أنت ما الهدف من هذه القراءة؟ وكذلك ما هي عمليات القراءة وما يفعله القارئ؟ ما الهدف من هذه القراءة في القراءة الانتقائية؟ جميل جميل أحسنتم هنا الهدف هنا استمتاع أو التسليح الاستمتاع أو التسليح معنى أنك تنتقي ما تقرأ إما الاستمتاع أو التسليح عمليات القراءة وما يفعله القارئ هنا هو التصفح والانتقاء هو التصفح والانتقاء إذن أنواع القراءة السريعة هي تمشيط هنا مذكورة وقراءة تصفح وكذلك القراءة انتقائية النوع الآخر وهي قراءة بطيئة قراءة بطيئة طبعا هي قراءة مركزة للاستذكار و أيضا قراءة تحليلية ناقدة قراءة مركزة للاستذكار و قراءة تحليلية ناقدة تدخل تحت نوع القراءة البطيئة من حيث السرعة ما الهدف من القراءة المركزة للاستذكار؟ بتأكيد أنك تعرف الهدف وتستطيع أن تجيب عن ذلك بدون حتى أن تنظر إلى الدروس السابقة ومجرد فقط معلومات ما الفائدة من القراءة المركزة للاستذكار أحسنتم هنا الفائدة هي زيادة الفهم والتركيز زيادة الفهم هو التركيز وهو أن تفهم وأن تركز فيما تقرأ وحتى تستعد مثلا لي لاختبار أو غير ذلك عمليات القراءة هما يفعله القارئ أحسنتم هي الخطوات المركزة للقراءة المتعمقة أو الخطوات الخامسة تذكر القراءة المتعمقة التي هي استطلع وسأل وقرأ واجب وراجع هذه هي عمليات القراءة المركزة للاستذكار التي تدخل في خطوات القراءة المتعمقة التي هي استطلع وسأل وقرأ واجب وراجع القراءة التحليلية الناقدة ما الهدف منها؟ جميل هذه القراءة التحليل الناقضة هنا الهدف منها التمرن والإبداع ويظهر أيضا جوانب النص جوانب النص الجيدة وجوانب النص الرديئة وما تريد أن تحلله أو أن تنقضه هنا عملية القراءة وما يفعله القارئ هنا تقول تفكيك النصوص وإعادة بنائها وهو أن تتمر على ذلك وتفكيك النصوص ثم تعيد بناء هذه النصوص تفكيك النصوص وإعادة بنائها لاحظ إذن نوع القراءة هنا يحدد سرعة قراءة سريعة وقراءة بطيئة القراءة السريعة تندرج تحتها قراءة تمشيط قراءة تصفح وقراءة انتقائية قراءة تمشيط وقراءة تصفح وقراءة انتقائية الهدف من قراءة تمشيط هو البحث عن معلومة مفردة أو تعريف مصطلح عمليات هذه القراءة ما يفعل القارئ أن تبحث مثلا بالحرف الأول أو البحث بالعنوان قراءة التصفح الهدف منها أخذ انطباع عام أو التمهيد للقراءة المركزة ما العملية التي يقوم بها وما يفعله القارئ هي قراءة الفهارس وملخصات وأهداف كل وحدة وأحيانا قراءة جدا والرسوم لمعرفة الموضوع بشكل عام قراءة انتقائية هي الهدف منها إما أن يكون الاستمتاع والتسلية أن ينتقي ما يريد إما استمتاع والتسلية وأحيانا زيادة فائدة أو معلومات تريد وهو أن يبحث عنها قراءة العملية القراءة هنا هو التصفح والانتقاء أن تتصفح ما تريد وأن تنتقي ما تريد وهذا تسمى من القراءة الانتقائية هذا الأنواع الثلاثة قراءة التمشيط وقراءة التصفح وقراءة الانتقائية تدخل تحت القراءة السريعة من حيث السرعة القراءة المركزة لاستذكار والقراءة التحليل الناقضة تدخل تحت القراءة البطيئة تدخل تحت القراءة البطيئة وقلنا الهدف من قراءة مركزة الاستذكار هو زيادة الفهم والتركيز زيادة الفهم والتركيز والاستعداد للاختبار وعملياتها هنا خمس عمليات القراءة المتعمق التي هي استطلع وسأل وقرأ واجب وراجع القراءة التحليّة الناقدة الهدف منها هو التمرّن والإبداع هو أن تتمرّن وأن تبدع وأيضا أن تستطيع تفكيك النصوص وبنائه هذا هو تمرّن على تفكيك النصوص وعملية القراءة هو تفكيك النصوص هو إعادة بنائها أن تفكيك النصوص وإعادة بنائها وأيضا هنا يظهر الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية لأي نص من النصوص في النقد جميل هنا كيف تزيد من سرعتك القرائية هنا تسريع القراءة لاحظ هنا استراتيجيتان للتسريع القراءة كنا قد أخذناها السابق trap كانت أن تجيب وأن تبدأ بالإجابة وكذلك أن تتعاون أنت وزملائك للإجابة أيضا الاستعداد للقراءة السريعة كيف تستعد للقراءة السريعة أيضا هنا ست مشكلات التحد من سرعة القراءة وهذه المشكلات التي تحد من سرعة القراءة مع أنك لا يمكن أن تكون سريعاً في القراءة هناك مشكلات 6 إذا تجاوزتها كنت منطلقاً في القراءة وكنت سريعاً في قراءتك تسريع القراءة هنا استراتيجيتان تسريع القراءة ما هي؟ جميل أحسنتم هم من خلال أيضاً استراتيجية القراءة الذكية هي القفز والتجاوز بنجاح استراتيجية القراءة الذكية وأيضاً من خلال منظم القراءة أحسنتم إذن هي من خلال استراتيجية القراءة الذكية ومن خلال منظم القراءة التي هي استراتيجيتان لتسريع القراءة استراتيجيتان لتسريع القراءة إذن من خلال استراتيجية القراءة الذكية ومنظم القراءة ممتاز طيب الاستعداد القراءة السريعة ما الذي تفعله حتى تستعد للقراءة السريعة وهذه معاملية تسريع القراءة ونسمى كيف تزيد من سرعتك القراءة بداية تميل هنا التهيئة النفسية والجسمية هويئة نفسي للقراءة بداية هذه التهيئة النفسية ثم تهيئة مكان أيضا القراءة تهيئة مكان للقراءة كذلك إحضار ساعة رقمية وهذا المقصود به احتساب الوقت حتى تحتسب الوقت وحتى تعرف من الوقت المستغرق فيه في القراءة أيضا إحضار قلم رصاص للتأشير أو لوضع ألامات على الكلمات التي قد ترى فيها شيء من الصعوبة وتحتاج إلى تفسير وإلى شرح اختيار النصوص أن تختار نص من النصوص تستطيع من خلاله أن تقرأ قراءة قراءة سريعة إذن هنا استعداد القراءة السريعة في عملية تسريع القراءة التهيئة النفسية والجسمية تهيئة مكان القراءة إحضار ساعة رقمية وكذلك إحضار قلم رصاص واختيار النصوص واختيار النصوص العملية الثالثة التي هي 6 مشكلات تحد من سرعة القراءة 6 مشكلات تحد من سرعة القراءة يعني أن هنا 6 إذا تجاوزتها استطعت أن تكون سريعا أو تكون سريعا في القراءة الأولى التهجي هذه مشكلة مشكلة تهجي أن تحد من سرعة القراءة فإن كنت تهجأت التهجي الكلمة عادة يعني لا يكون لا تكون القراءة فيها سريعة ولما تكون بطيئة أيضا مشكلة أخرى أحسنتم هنا مشكلة الارتداد مشكلة الارتداد معنى أن تعود مرة أخرى للنص للقراءة أو للسطر أو للجمع التي قرأتها وهنا أيضا تحد من سرعة القراءة ويتستغرق زمنا لي في القراءة أيضا بطء الانتقال الانتقال من فقرة إلى فقرة أيضا هذا بطء الانتقال أو من جملة إلى جملة أخرى أيضا هذا يسمى ويحد كذلك في تقليل حتى الصفحات أيضا يحد من سرعة القراءة أيضا نقص المفردات نقص المفردات وهذا أيضا مشكلة في سرعة القراءة وأيضا الصوت الداخلي والمقصود أن يقرأ أكثر من مرة وكأنه يقرأ لنفسه مرة ثم يقرب على ذلك بصوت جهوري أو بصوت مرتفع وهو يقرأ أيضا بصوت خافت مرة ومرة بصوت جهوري هنا أيضا يحد من سرعة القراءة أيضا نقص التركيز وهذه هي أهم المشكلات التي تحد من سرعة القراءة أهم المشكلات تحد من سرعة القراءة إذن كيف تزيد من سرعتك القرائية تسريع القراءة تستخدم استراتيجيتان هنا طبعا هنا استراتيجيتان لتسريع القراءة استراتيجية القراءة الذكية ومنظم القراءة هنا تستخدم هذه استراتيجيتان حتى تكون تقفز مثلا عن المعارض المهم وكيف أنك تنم بجوانب موضوع كاملاً وكذلك منظم القراءة تسريع القراءة هنا لا بد أن تستعد للقراءة السريعة استعداد نفسي تهيئة نفسية وجسمية وكذلك تهيئة مكان للقراءة وأيضاً إحضار ساعة رقمية وكذلك إحضار قلم رصاص واختيار النصوص واختيار النصوص التي تريد حتى تتدرب على ذلك وعلى سرعة القراءة في البداية تكون بطيئة ثم ستكون أسرع ثم أسرع وهكذا ما المشكلات التي تحد من سرعة القراءة؟ ست مشكلات تحد من سرعة القراءة هي التهجي والارتداد وبطء الانتقال ونقص المفردات والصوت الداخلي وكذلك نقص التركيز وكذلك نقص التركيز هذه هي المشكلات التي تحد من سرعة القراءة جميل هنا القراءة الذكية تالثاً القراءة الذكية يساوي سرعة أكبر زائد فهم أعمق فهم أعمق ما صفات القارئ الذكي؟ ما صفات القارئ الذكي؟ بجهة نظر كوكتوب ما صفات القارئ الذكي؟ هنا يقول القراءة الذكية يساوي سرعة أكبر زايد فهم أعمق ما صفات القارئ الذكي ما هي صفاته؟ بإمكانك أن تكتب ما تريد زمينك كذلك يكتب ما صفات القارئ الذكي هنا يقول القراءة الذكية سرعة زايد فهم ليس فقط مجرد سرعة وإنما الهدف من القراءة الذكية أن تكون سريعا في القراءة إضافة إلى أنك قد فهمت ما قرأت وهذا هو الهدف أن تفهم ما تقرأ ليس فقط أن تقرأ بسرعة أو أن تنطق فقط الكلمات نطقا بدون فهم هنا ما صفة القارئ الذكي؟ جميل أحسنتم القارئ الذكي طبعا الذي يقرأ جهرا أو صمتا طبعا هنا القراءة يكون جهرا أو صمتا هنا فيفهم المعاني التي تضمنها المادة المكتوبة ويستوعب ما فيها من أفكار إذن يفهم ثم يستوعب ما فيها من أفكار أيضا القارئ الذكي يقرأ جهرا أو صمتا ونقصود به القراءة الذكية ليست فقط مجرد سرعة القراءة والتمرن على ذلك وإنما القراءة بفهم قراءة بفهم هذه القراءة فيفكر فيما يقرأ ويمزجه بخبراته السابقة وبذلك يخرج من القراءة بخبرة جيدة هي تجمع الخبرتين هي تجمع الخبرتين أيضا الذي يقرأ فيتأثر بما يقرأ ويتفاعل معه أيضا هذا يسمى تدخل في القراءة الذكية كذلك الذي يقرأ كلما قرأ شغف بالقراءة حبا وهام بها بحيث تصبح له هواية مفضلة طوال حياته كذلك الذي يقرأ فتظهر في قراءته جودة النطق وحسن الآداء وتمثيل المعنى وتمثيل المعنى وهذا أيضا من صفات القارئ الذكي و أيضا الذي يقرأ فتتوافر في قراءته مهارات القراءة كالسرعة و الاستقلال في القراءة و القدرة على تحصيل المعاني و أيضا الذي يقرأ فيتعلم كيف يطبق الأفكار التي حصل عليها من قراءته هذه أهم صفات القارئ الذكي أهم صفات القارئ الذكي إذن القراءة الذكية هنا يساوي سرعة أكبر زائد فهم أعمق ما هي صفات القارئ الذكي وهذه هي أهم الصفات التي تتوفر في القارئ الذكي بمكانك تقول يقرأ جهران و صمتا فيفهم المعاني التي تتضمنها تضمنها المادة المكتوبة يستوعب ما فيها من أفكار كذلك الذي يقرأ جهران و صمتا فيفكر فيما يقرأ و يمزجه بخبراته السابقة وبذلك يخرج من القراءة بخبرة جيدة هي تجمع الخبرتين كذلك أقول الذي يقرأ فيتأثر بما يقرأ و يتفاعل معه و كذلك الذي يقرأ و كلما قرأ شغف بالقراءة حبا و هام بها بحيث تصبح له هواية مفضلة طوال حياته و الذي يقرأ فتظهر في قراءته جودة النطق و حسن الأداء و تمثيل المعنى و الذي يقرأ فتتوافر في قراءته مهارات القرائية كالسرعة و الاستقلال في قراءة القدرة على تحصيل المعاني و الذي يقرأ فيتعلم كيف يطبق الأفكار التي حصل عليها من قراءته هنا القراءة الذكية يساوي سلسلة من عمليات التركيز زائد عمليات القفز القارئ الذكي يركز على ماذا يركز القارئ الذكي؟ جميل القارئ الذكي هنا يركز على المعلومات الجديدة و الأفكار الرئيسية أو الرئيسة طبعا هنا القارئ الذكي يركز على المعلومات الجديدة و الأفكار الرئيسة و يقفز عن أحسنتم ما يعرفه تماما ما يتجاوزه طبعا القارئ الذكي و كذلك ما هو غامض جدا و يصعب فهمه و كذلك الشروحات و الجمل التي تشرح الفكرة الرئيسة و أيضا الأمثلة و ما يقدمه الكاتب من أمثلة تدعم الفكرة الرئيسة أو توضحها و كذلك الاستطرادات و الجمل التي تخرج عن لب الموضوع إذن القارئ الذكي يركز على المعلومات الجديدة و الأفكار الرئيسة و يقفز عن ما يعرفه تماما ما هو غامض و يصعب فهمه و الشروحات و الأمثلة و الاستطرادات كذلك الاستدلالات ما يقدمه الكاتب من أدلة و شواهد و اقتباسات تدعم الفكرة و تثبت صحتها و أيضا الحجج و المجادلات و أيضا الحجج و المجادلات كل ذلك يقفز عنه القارئ الجمل الحجاجية التي يقدمه الكاتب لإقناع القارئ بصحة الفكرة إذن يقفز عن ما يعرفه تماما ما هو غامض و الشروحات و الأمثلة و الاستطرادات و الاستدلالات و الحجج و المجادلات هنا القراءة الذكية يساوي قراءة مرينة تزيد من السرعة في بعض الحالات و تزيد من التركيز و التأني في حالات أخرى هناك بعض الحالات تستطلب السرعة في القراءة و هناك حالات تستطلب البطء و التأني في القراءة حالات تستطلب السرعة في القراءة و هي جميل حالات تتطلب السرعة هي الصحف والأخبار قراءة الصحف معنى وقراءة الأخبار والمقالات الاجتماعية والأدبية والحالات التي تتطلب البطء والتأني في القراءة هي الموضوعات العلمية والعقود والاتفاقيات والمسائل الرياضية والمسائل الرياضية هنا تنظيمات النص وعراف الكتابة معينات تساعد القارئ على الزيادة من سرعته القرائية ومنها العناوين الرئيسة والجانبية الجملة المفتاحية التي تحمل أفكار الرئيسة أيضا من ذلك أحسنتم إبراز الكلمات أو الجمل ذات الأهمية وكذلك الكتابة في فقرات وطريقة التنظيم وأيضاً التعداد والرسوم والجداول التعداد والرسوم والجداول كل هذه معينات وتنظيمات النص وأعراف الكتابة يتحكم المعنى هنا سابعاً يتحكم المعنى في تحديد سرعة القراءة عمق المعنى طبعاً هنا ذكر أيضاً الزمن المتاح لقراءة وتكوين المعنى أيضاً أهمية المادة المقروعة وكذلك حجم المعلومات أحسنتم وأيضاً صعوبة المادة المقروعة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين